السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ياهلا وسهلا اليوم من وادي مخشوش برجال المع من أجمل أودية المشي الرمل البيضاء والأجواء الضريفة والوادي طول يمكن 10-20 كيلو بهذا الشكل ما شاء الله راح نتكلم اليوم عن موضوع مهم جدا 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 وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا راح نتكلم اليوم عن الأب الأب بره عظيم من أعظم العبادات تخيل عنا العبادة بحرف الواو بالوالدين عبادة ربي بالوالدين ما قال الأم نحن صح نقول الأم في الحديث الصحيح عن رضا الله صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك قال أبوك الأم لأنها ما تتوظف ولا تعمل لكن الأب ما كل شيء عن مال جلوسك مع أبيك صدقة الحديث مع أبيك صدقة التودد لأبيك صدقة الصدقة عن أبيك يعني من أعظم الصدقات الكلمة الطيبة لأبيك التبسم في وجه أبيك أن تجيب له أكل اللي يحبون تطلع وتمشيه بالسيارة أن تجلس معه أن تجالسه كل هذه صدقات عظيمة قد تحصل منه على دعوة ولو كان ميت بره أكثر منه كان حي تدعي له تصلي له توقف له تحفر عنه تعمل عمل صالحة تدعو له تصلي تدعو الله أن تكون صالحا أكبر دعوة أو أكبر عمل صالح كل والديك أن تكون صالحا وبنان عليه الناس يحسبون البر للأم لا بر الأب أعظم يعني تخيل لو لا أبوك ما كانت موجود لو لا أبوك ما حد دفع عنك لو لا أبوك ما حصرف على أمك لو لا أبوك ما كان أحد حماكم لو لا أبوك ما تربيت لو لا أبوك ما كان الناس رهبوكم لو لا أبوك ما كان حقوقكم محفوظة لو لا أبوك ما لبستنت الملابس لو لا أبوك ما تأدبت لو لا أبوك ما تعلمت لو لا أبوك أمك ما عاشت لو لا أبوك ما كان بلادكم موجودة لك اللي ورثها من آلاف الأجداد يكفيك نكشال اسم أبوك يعني أنت هو أبوك لو جلست عد ألف فضل من فضل للأب لن أحصيها يعني الأم صح في البيت لكن هذا كل يحميها هذا كل يتعب هذا كل يطلع هذا كل ينزل هذا كل المشاكل هذا كل الحياة النفسية قضية واحدة صدمة واحدة تعادل برك بما دم تحي واحدة صدمة دمرت سيارته ولا ساوت قضية مع الجيران ولا شي ولا دخلت السجن وطلعك ولا أخذك بكفالة ولا مشبه ذلك وذلك أقول الأب 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 وبره نفسي بره اجتماعي بره إذا كان محتاج تسدد دينه بره أنك تسمع له بره أن تجلس معه بره أن تطيعه بره ألاف الطرق عشان تطيع والديك وتكسب بره ولذلك أنا أقول برنا بوالدينا مهم جدا والأهم الأب ثم الأم عان الله وإياكم على أنكم بررين بأهالينا وجزاكم الله خير وإلى الأمام